لقيت تطبيق جامد جدا تقدر تستخدم من خلاله أقوى نمازج الزكاية للصناعة من الشاتبوت والمفاجأة إنه مجاني تماما وكمان تقدر تستخدمه بدون انترنت يعني في أي وقت وفي أي مكان بتقدر تشغل عليه لاما 3 والديب سيك وأكتر من 29 موديل تانين كلهم على جهازك وبرنامج واحد بس تقدر تمارس عليه كل استخدامات الشاتبوت تقدر تعمل ترجمة كتابة مقالات كتابة أكواد برمجة وساعدني كمان في كتابة برومت للفيديوهات اللي بنعملها على فيو 3 والبرنامج ده هو نوت ستوديو من شركة ايم ايفون فلو أنت مهتم تتعرف على نوت ستوديو دوس لايك ويلا بنا نبدأ الفيديو من الرابط اللي هسيبهه لك في وصف الفيديو دي الصفحة الرئيسية لبرنامج نوت ستوديو من شركة ايم ايفون هدوس على الرابط هتفتح معاك الصفحة دي كل ما عليك إنك هتيجي هنا علشان تستخدم البرنامج هنضغط هنا على هو طبعا متضغط عليها هو تلقائيا هيحمل معاك هنا فايل اللي من خلاله هتيقدر تعمل تسطيب البرنامج كل ما عليك هيفتح معاك الوجهة دي هنضغط على مجرد متضغط على ستول هيبدأ أنه هو هيعمل معاك لحد ما يوصل مية في المية ويفتح معاك بعد كده الموقع بالشكل ده دي الوجه رئيسي البرنامج هتفتح معاك أول ما تستطبه بالشكل ده تقدر تكبرها بالشكل ده عندك هنا في الشرط الفو في تلات نقط تقدر أن انت تتحكم في بعض الحاجات اللي فيها زي اللانجوج هتختار اللغة المناسبة لك متاحصانية أو الانجليزية أيضا هنا عندك هنا في الصفحة الكبيرة دي بيظهر عندك هنا الدردشات اللي انت هتكتبها بالضفل تحت هنا المستطيل ده اللي احنا بنكتب فيه اي شي عشان يرد علينا الشات وعلى الشمال عندك الارسال اللي هي الايكونة العادية الخاصة بالنيوتشات لو انت عايز شات جديد او ان انت تختار نوع التشات اللي انت عايز تستخدمه وهنيجي هنا نجرب مثلا نكتب له اي شيء هنضغط مثلا نكتب له اهلا نضغط على ارسال قال لك هنا لازم ان انت تستطيب موديل الاول هنضغط على اوكي فهجيب لك هنا موديلز متاحة بشكل مجاني حتى هذه اللحظة طبعا هنا زي ما شايفين هو جايب لك موديل كتير الديب سيك وفيه اللاما وفيه هنا عندك اكتر من صفحة فيها الكوين في الديب سيك بكل الموديلز بتاعته وفيه هنا حاجات تقدر تستخدمها بشكل مجاني تماما متنوع احنا هنجرب مع بعض مسلا حوالي ثلاثة بس طبعا عشان نستخدمهم لازم نحمل الموديلز دي فعايز اجرب بصراحة اللاما سري بوينت تو فاجي هنا اضغط على نستول فيبدأ انه هو يحمل معي مجرد ما هيحمل معي ويوصل 100% هنبدأ ان احنا هنستخدمه على طول هنا اول ما حمل الموديل قال لي هنا ان هو تم تحميله وقال لي انت عايز تستخدمه دلوقتي هقول له على طول هنا اصبح عندي الموديل اللاما جاهز بنفس الطريقة طبعا تقدر ان انت تحمل اي موديل انت عايزه لو ضغطت هنا على الموديل هيجيب لي هنا اقول لي موديلز فممكن نختار اي موديل تاني احنا عايزينه احنا مسلا هنا جبنا اللاما تعالوا نجيب مسلا برضو نضغط على ونستبه ممكن كمان نجيب موديل تاني هختار برضو ممكن نستبه وتعالوا نرجع نجرب مع بعض اللاما على ما البقين يحملوا فتحت هنا درداشة جديدة لو ضغطت هنا بديفتح درداشة جديدة وهاجي هنا هطلب منه ان هو يكتب لي سيناريو لكصة مغامرات بين اسد وارنب وهضغط على ارسال تعالوا نشوف هيعمل لنا ايه طبعا مفروض ان هو بيشتغل من نفسه يعني مش محتاج نت فهو هنا بدأ ان هو يطلب بعض التفاصيل هقول له مثلا تكون قصة مسلية بدأ ان هو يجيب لي مصدر لكصة وبدأ ان هو يكتب لي الكصة بالشكل ده هيبدأ يكون لك الكصة ما بين الاسد وما بين الارنب كسيناريو طبعا فطبعا ممكن نقول له زود التفاصيل هيبدأ دلوقتي ان هو يرد علينا ونشوف هيزود لنا تفاصيل ازاي هيبدأ ان هو يزود التفاصيل بالشكل ده تمام ادي دي اول تجربة لان هو مفروض ان غير نت خالص فدي اول تجربة تعالوا بقى كده نجرب مودل تاني المودل تاني معنا هنا وهو هنضغط عليه وبعد كده هنبدأ نستخدمه هنفتح شات جديد وتعالى كده هنطلب منه اي حاجة مسلا هنستخدم معابل انجليز يعني انا عايز معلومات عن الذكاء الاصطناعي بعد كده هضغط على ارسال هيبدأ دلوقتي ان هو ينفذ طبعا هو في الاول بيبعد يفكر في الكلام اللي انا كتبته طبعا ده لان هو مش متصل مباشرة بالانترنت فلازم ان هو يفكر في الاول في الكلام اللي انا كتبته وبعد كده بيبدأ يرد عليه بالتفاصيل المطلوبة بدأ دلوقتي ان هو هنا يكتب لي التفاصيل اللي انا عايزها هيكتب لي تفاصيل عن بحيث ان انا اخد المعلومات اللي انا عايزها طبعا هنا اقدر كمان انا اطلب منه ان هو يترجم لي الكلام ده فهاجي هنا اقول له وعزين نشوف بقى هل هيقدر اتعامل مع اللوة العربية كويس ولا لا هنضغط على ارسال وهنبدأ دلوقتي ان احنا نجرب نشوف الترجمة هتكون عاملة الساعة بدأ دلوقتي ان هو يترجم لي كل النص اللي طلع هنا فوق زي ما احنا شايفين بدأ يترجمه لي بالشكل ده ازا فهو ادري ان هو يجيب لي معلومات وفي نفس الوقت هو ادري ان هو يترجم لي للغة اللي انا عايزها بنفس الطريقة نقدر ان احنا نعمل شيء تاني زي مسلا ممكن نيجي نقول له اكتب كصة عن حاجة معينة اكتب كصة لمغامر اسمه زيد بتاعنا نشوف هيعمل لنا ايه بدأ هنا ان هو يكتب لي كصة رغم ان انا ما بديتوش تفاصيل اكتر من ان هي قصة مغامرات هيبدأ ان هو يبني لي كصة لمغامر اسمه زيد او بطل لكصة اسمه زيد بشكل عشوائي طبعا هنا نقدر كمان احنا نتحكم في ان هي لتكون الكصة اطول يعني ممكن اقول له نضيف لي تفاصيل اكتر فهاجي هنا واقول له زود التفاصيل الكصة زود تفاصيل الكصة وندي له امر تاني بحيث ان هو يزود التفاصيل طبعا هنا هيبدأ ان هو يكتب لي تفاصيل اكتر بحيث ان انا اضيفها للقصة بتاعتي زي ما حتى شايفين هنا بيكتب كمان باللغة العربية الجميل في الموضوع ان هو مش متصل نهائيا بالانترنت وبقدر ان هو يعمل ده بشكل مجاني تماما عايز اقول لك ان الموديلات اللي انا استخدمتها زي دلوقتي مساحته قليلة تصل الى حوالي واحد واربعين جيجا لكن هنا جربت ان انا انزل موديل يكون اكبر شوية زي لتلاتة جيجا وتعال نشوف اللتيجة هتكون عاملة زي هنا طبعا هنروح اختار الموديل بتاعي اختار قبل ما اعمل اي حاجة عايز ااكد معكم ان انا دلوقتي قافل هنا دلوقتي الانترنت وعايز اجرب ان انا اشتغل على البرنامج من غير انترنت ونشوف هل هيشتغل معانا ولا لا وهاجد دلوقتي هبدأ ان انا اشتغل عليه طبعا احنا عارفين ان في في الفتر اللي فاتر في تريند كو جدا من جوجل اسمه وناس كتير بتبعا ستتعلم ازاي تكتب اللي انشاء فيديوهات باستخدام فاحنا عايزين نشوف هل هيساعدنا من نوت ستوديو في كتابة دي ولا لا فهاجد دلوقتي هتديله الامر ده قلت له هنا اكتب لي برومت بالانجليزية مناسب لعمل فيديوهات باستخدام موديل وهبدأ اكتب له الوصف بتاعي لهذا المسال ميكانيكي سيارات يقف في ورشة سيارات ويصلح السيارة واتكلم قائلا مركز السيارات الحديثة لاصلاح السيارات تعال كده نضغط على ارسال ونشوف هينفز معانا الامر ازاي بالفعل هنا بدأ ان هو ينفز الامر ويكتب لي وزي ما احنا شايفين هنا مفيش انترنت اصلا ومع ذلك قدر ان هو يكتب لي هنا البرومت بالشكل ده طبعا هنا كتب لي كل التفاصيل وجيه في النهاية هنا قال الكلام اللي هيتقال هجرب ان اطلب منه ان هو يترجم لي البرومت العربية هقول له ترجم البرومت العربية وهضغط على ارسال تعال نشوف هينفل ايه على طول هنا بدأ ان هو ينفز لي الامر وبدأ ان هو يترجم لي الكلام بالشكل ده المطلوب منك دلوقتي انك تدخل على وصف الفيديو هتلاقي رابط تقدر تحمل البرنامج وتنزل الموديلز اللي انت عاوزها وتقدر بعد كده تستخدم البرنامج وتستخدم كل الموديلات اللي انت عايزها من غير ما تحتاج انترنت فلو اعجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتسيب لي الرايك في التعليق ولو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي فعل زي جرز علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم